أعلنت إسرائيل أن الطائرة المسيرة التي اخترقت أجواء إسرائيل تمكنت من العودة إلى لبنان وبحسب مراسلنا فإن الطائرة المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية لم تكن مفخخة أو تحمل ذخائر بل كانت تصور مناطق شمال إسرائيل لغرض جمع المعلومات إذن ينضم إلينا من رام الله مراتلنا فراس لطفي فراس ما آخر التطورات حول قصة هذه الطائرة أعتقد فيصل أن هذه الطائرة ستكون على مفارقة في تاريخ المواجهة بين حزب الله وإسرائيل خاصة وأن هذه الطائرة المسيرة لم تستطع الرادارات الإسرائيلية كشفها إلا بعد أن كانت داخل الأجواء الإسرائيلية مما استدعى تفعيل صافرات الإنذار ومنظومة القبة الحديدية واستدعاء الطائرات المقاتلة وطائرات مروحية وبالتالي اليوم نحن نتحدث عن خلال أقل من ستة أيام كان هناك إطلاق لست طائرات من أكثر من جبهة من شمال إسرائيل وأيضا من جنوبها على حدود قطاع غزة وهذا الأمر بات يقلق كثيرا المنظومة الأمنية الإسرائيلية وأيضا أثارت تساؤلات كبيرة لدى الصحافة الإسرائيلية عن أن هذا امتحان على طاولة حكومة بينت وكيف ستتصرف اتجاه هذا الخطر المحدق على حدود إسرائيل الشمالية لم يكن هناك أي استدعاء لتغيير نظام الحياة وسيره في المدن الشمالية الجبهة الداخلية أبقت على حال الحياة الاعتيادية دون قيود أو دون قرارات استثنائية ولكن كما ذكرنا فيصل فأن هذه الطائرة المسيرة التي حسب بيان الجيش الإسرائيلي عادت إلى الأراضي اللبنانية أثارت مخاوف ووضعت قضية الطائرات المسيرة على طاولة البحث الأمني وإن كانت حكومة بينت سترد على هذا الخرق أم لا لأن ذلك يعتبرونه خرقا صارخا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن وبالتالي قد تشهد الساعات المقبلة كما يرى بعض المراقبين في إسرائيل لربما ردا إسرائيليا على هذه الطائرات المسيرة أو لربما قد تمتص هذه الموجة من الطائرات المسيرة التي كما ذكرنا نحن نتحدث عن ست طائرات في أقل من ستة أيام من رغم الله مراسلنا فراس لطفي شكرا فراس اشتركوا في القناة